موسيقى اه يا مميز اه يا برج الدلو اه انا بدي ضل عم قلك اه ليش في البداية قبل ما اتكلم عن هذا الشهر جاني اسئلة كتير بطريقة مو طبيعية كلهم بيقولوا انت عم تمدحي برج الدلو وعم تقولي عنه كذا كلهم بيقولوا عليه مثلا كذا كلهم بيقولوا عليه نكدي كلهم بيقولوا عليه اناني بيحب نفسه او متمرد شوفوش كيف ومن جد طبعات الابراج هيك بيتكلموا لحنا ما بدنا نتكلم ع سلبياته ولو في سلبيات في الها معادلة لهي السلبيات يعني هلا هو من صفاته الايجابية والجميلة والرائعة انه انسان مستقل وبيحب نفسه وبيحب بيته وبيحب عائلته من شغلات الايجابية انه هو صبور بيجنت الشغلات السلبية اللي عم تقولوا انه هو بيكزب انتو بتعرفوا ليش بيكزب؟ لانه ما بده يرد على السؤال هو بيكزب لانه ما بده يرد لكم على السؤال بده يخليه شغل هو دائما بيحتفظ شغلات بداخله لانه غير ما بده او غير قابل انه مثلا يواجه الشخص او يقل له كلام هاللي هو بيداخله ليش الله وعلم هو هيك مخه بيقول كلام غير صحيح وبيكون الشخص اللي مقابله اصلا بيعرف القصه انه صحيحه بشانه بيتهمه بالكزب بس هو مش كذاب هو ما بده يقله هو بيفكر كتير كتير مبالغة بتحليل اموره بيبالغ كتير انشان هيك هو بتتعب نفسيته بيصير عنده قلق وتوتر هو السلبية تبعه اللي دائما بيسخروا سخريته كتير كتير لادعه في ناس كتير ما بتعرفوا ما حدا بيعرفوا إلا اللي حواليه لانه بيعرفوا قلبه كيف بيفكر انشان هيك بيتحملوا نقده او بيتحملوا سخريته اللادعه بس فيه مميزات كتير حساسيته حنانه حنون كتير مع انه كتير منه اللي بيحكوا بالأبراج على برج الدلو بيقولوا هو ما بيفكر بالرومانسية ولا الحنان هو لانه يختلفوا الرجال ببعض الأبراج عن بعضها فيه أبراج تظهر حبها وتحب تتكلم بالحب ورومانسية اما برج الدلو هو مخبّ رومانسيته انسان كتير رومانسي بس ما بيظهرها لانه ما بيعرف يظهرها يعرف يستخدمها بس بيستخدمها بأشياء هو مقتنع فيها انه هي الرومانسية سماع الموسيقى بطريقة كتير كتير رائعة وعالية بيحب الاتكال على نفسه ولا بيتكال على أحد أبدا بيحب التغيير ومستعد انه يستمتع بالتغيير لو كان تغيير جزري التمرد هاللي فيه والناس كتير حكت يعني فيه واحدة أمس قالتلي كل أبراج الدلو نساء ورجال متمردين ما في شغلة عامة كلهم متمردين التمرد هاللي فيهم هي صفة لما بيحاولوا أحد الأبراج طبع الدلو انه ينفرد أمر عليهم وهنه ما بيكونوا مقتنعين بهالشي هذا بيقوموا بيعطيهم دفعة لتغيير رأيه او طريقة تصرفه او حبه للاستقلالية بطريقة كتير جافة بيقوموا بيفتكروا الناس انه هو شخص بيحاول السيطرة على الشخص شريكه او زوجته او زوجها بيتهموه بالتمرد لو عرف الشخص على حقيقته من الداخل ما بتقدروا تحكوا على اي شخص سلبي لانه مو بس برج الدلو كل الأبراج عنده اخطاء سلبية وعنده اخطاء ايجابية ادرانين انه يسامحوا ادرانين انه يحقدوا ادرانين انه يتمردوا كل الأبراج متل بعضها اما تميز الدلو لانه ظاهر سلبياته ظاهرة انشانيك انتو ما بتعرفوا الشخص داخله بتاخدون الظاهر وكتير حكينا ما ناخد اي شخص من ظاهره خلينا نتعرف عليه خلينا نعرفه اما انت يا برج الدلو مميز جدا جدا وخصوصا هذا الشهر هذا الشهر اسمه شهر المناصب شهر العلاقات شهر المواجهات يمكن تواجه احد من الاصدقاء السلبيين وتتصالح انت وياهن يمكن تواجه احد من هاللي انت بتحبهن وتنصدم معهن مشان هيك هذا الشهر تكون حاذر ابغاك تكون حاذر والصمت اللي انت فيك دائما عايش فيه هذا الشهر تستخدمه اسكت دائما اسكت لأي شي مشان ما تيجيك اي توتر واي قلق واي انزعاج لنفسك او المكان اللي انت موجود فيه ان كان شركة ان كان شغل ان كان عندك مدير ان كنت انت طالب جامعة حتى الاستاذ لو وبخك اسكت له لانه هو بيحبك معلش هذا الشهر انا ابغاك تسكت مع انه انه من طبايعك انك بتسكت عن الكلام يعني هاللي بيقول لكم كلام الداون كلام هاللي بيقولوا عليه بالعامة من تحت الظلنار ونازل انت انسان دبلوماسي بزكاءك لانك ذكي وعندك دبلوماسية لا تخسر الاشخاص اللي حواليك او عملك بكلامك مشان هيك عم قللك اسمت وامنح لنفسك الترقية والمناصب والعلاقات هاللي انت حتتعرف عليها هي اللي حتطالعك درجات كتير عالية لانه هلا اخر السنة السنة ودخول فصل الشتاء الى برجك واو اديش انت عندك شعبية كبيرة كثرة الناس حواليك المحيطة اللي حواليك على الصعيد المؤجبين والاصدقاء حواليك هذا الشهر بدي اياك متخالف القوانين معليش اضغط على نفسك وخليك جاهز لأي مهمة بتجيب منشان تضل الانظار موجهة اليك وما يكون في عندك غلط ولا حساسية من اي موضوع حاول تعمل تأمل وخصوصا بأيامك الجميلة الرائعة هالي هي 4 و 5 و 9 و 10 13 و 14 و 22 23 و 26 و 27 حاول تكتب من التأمل انت عندك هذا الشهر كله بدك تشتغل عليك بالعاطفة وبالصحة لانه المهنية والمال عندك نسبتهم كتير عالية اما العاطفة والصحة بدي اياك تنتبه كتير نفسك عليهم لانه الصحة اذا صارت عندك من اي شعور او توتر او قلق من اي شخص وانت ترتمى بصحتك صدقني انت اللي هتتضرر ولحتخسر علاقاتك هاللي هنن اصلا بيحبوك ومعجبين فيك وهاللي هنن حواليك ان كان اجتماعيا ولا عائليا اما الامنية اللي انت حابب تحققها ان شاء الله بنهاية هاي السنة وحتبدا من اخر هذا الشهر هتكون بداية كتير كتير مفرحة ونسب المهنية عندك والمالية لحتصير نسبتها فوق التسعين بإذن الله تعالى انا عم قللك هالكلام وبإذن الله هتشوف شو هيصير وضعك صعب من بعض المسؤولين اذا انت كنت موظف وضعك صعب اذا انت كنت صاحب شركة من موظفينا حاول تكون الاب بهذه المكان اللي انت موجود فيه ان كان بالمنزل ان كان بالشغل ان كان بالطالب ان كان بالشارع حاول انت تكون الاب الاب الكبير ومعروف الاب شو بيعطي وانتبه بهذا الوقت مخالفة القوانين القوانين هاي بدي ايها التابحة مضبوط اما عاطفيا انت مميز بطريقتك بسيطرة على عواطفك والعاطفة مع الشريك الحياة هتكون في حب واعجاب بطريقة مع شريك الحياة مش طبيعية من جهتك او من جهته ومهما كان البرج وخصوصا على مستوى الحب على مستوى النجاح على مستوى لانه اصلا شريكة هيدعمك بطريقة عمياء بطريقة مطبيعية انت الافضل لعلاقاتك العاطفية هذا الشهر وعلى مستوى كتير كتير عالي ومع شخص كتير كتير مهم لح تلتقوا ان كانتوا اصدقاء او كنتوا عم تشتغلوا مع بعض ولح يعطيكم علاقات ناجحة بإذن الله بس الحب خليه دائما ببين عينيك هيك بيقولولا الحب بين عينك هذا الشهر لانك كتير كتير بإذن الله لح تنجح متل ما حكينا لحنا الافضل الايام انك انا بديك تركز كتير عالتأمل اما الايام هاللي بتكون انت لإلك اللهم صلي عالنبي تصبغ شعرك او تصبغي شعرك تعمل تدليك للوج تعمل حمام بخار لازم تحط ملح انجليزي انت من اقوى الابراج هاللي لازم تنظف السموم من جسمها لانه شهيتك كتير طيبة وكتير لذيذة عالاكل تحب تأكل بشراها ويعجبك الاكل النظيف والاكل الاكل عامة الاكل بيجنن يا عالم بالنسبة لبرج الدلو مشان هيك يوم ثلاثة واربعة وخمسة وستة عندك اربع ايام بالظبط لح تشتغلون وفي عندك اخر يوم بالشهر لانك انت هتبدأ هذا الشهر وتوصله بالشهر الثاني يوم ثلاثين الشهر لح تبدأ يوم يوم ثلاثة الشهر الساعة وثلاثة وثلاثة الشهر عليكم لو بنظرة واخر الشهر بدي اياك تكون انت متفائل وعم تستقبل يوم 30 الشهر هتكون انسان مميز بشكل وتذكر كلامي محط للانظار كلها اما انا نصيحتي لإلك مختصر هذا الكلام كله استغل علاقاتك المهمة وحضورك لشان تعمل شي حلو شي رائع شي كبير وتكون بالمكان المناسب يلي عم يدعمك لقدام وخصوصا مع شريك الحياة بحبك يا برج الدلو انت انسان كتير رائع الله يعطيك ليرضيك وشوف اخر الشهر كيف الدلو مرفوع راسه لفوق ترجمة نانسي قنقر